أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري تجاوزها نسبة الإنجاز التعاقدية لمشاريعها التي تنفذها متخطية بذلك الجدول الزمني المحدد وأوضح المدير العام للهيئة المهندس أحمد الحصان أن الهيئة في مراحل متقدمة من تنفيذ تلك المشاريع التي تساهم في تطوير شبكة الطرق في الكويت ورفع كفاءتها بشكل يساعد في حل الأزمة المرورية وأكد الحصان عزم الهيئة على الاستمرار في عملية الإسراء والتقدم بأعمال وإنجاز وتنفيذ المشاريع التي تشرف عليها للوصول إلى المراحل النهائية لتسليم المشاريع وفقا للرؤية والخطة الموضوعة لتحديث شبكة الطرق وجعلها تتناسب ورؤية الكويت 2035